تربى على القتال والمعارك من صغار حتى كبر وصار يقود جيوش ضخمة جدا وكان يقاتل من دون درع يعني يحمل سيفين في يديه الثمتين بدوا اللي حول يلاحظون عبقرية في التخطيط العسكري وبراعة في قيادة الجيوش حتى سجل في التاريخ كأول قائد عسكري لم يهزم من قبل ولا في معركة واحدة لدرجة أن بعض الناس بدوا ينفتنون فيه بدوا يقولون أن هذا لا يهزم إذا دخل في معركة فلا تخاف خليك بس معه كل معارك ينتصر فيها يعتبر هذا الشخص من أقوى القادة العسكريين في تاريخ البشرية كاملة واللي هو خالد بن الوليد بن المخير هذا الرجل ما كان طبيعي فحتى أول ما شافه الرسول صلى الله عليه وسلم ابتسم حتى وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم خالد سيف من سيف الله عز وجل فمن هو خالد بن الوليد وإش قصة دخوله في الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا ومأواكم ومثوانا ومثواكم يا رب العالم قصة اليوم هي فقط عن خالد بن الوليد بس قبل ما نبدأ لازم نعرف شيء مهم ولازم نرجع وراء إلى ما بعد غزوة الأحزاب يتقصينا هذه القصة من قبل لكن لازم نراجحها بشكل سريع في بعد غزوة الأحزاب رجعوا قريش لمكة مازومين من الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا فكانوا قريش حاسين بهذا الأمر العجيب اللي حصل له حسوا بأن في شيء جالس يمنعهم خارج هذا الكون بس الكبر اللي في قلوبهم خلاهم ما يفكرون كثير بس مو كلهم فكان عمرو بن العاص وخالد بن الوليد كانوا حاسين بأن في أمر عجيب حصل في غزوة الأحزاب وأن الأمر مو بسلامات وكذا يعني حصل وخلاص قسلنا ورجعنا لا الأمر كان خارج عن إرادتنا فعليا وأن ما راجعنا بإرادتنا حين راجعنا مهزوم طبعا كانوا كلهم الأثنين وقتها من المشركين باقي ما أسلم فأول ما حسوا بهذا الشعور وأنهم ينهزموا بقدرة إلهية مو بقدرة بشرية كان عمرو بن العاص يقول لقريش ترى محمد جايكم جايكم وترى نشايف أمره بيظهر واللي حصل لنا هذا مو أمر طبيعي أبدا ما راجعنا بإرادتنا حين راجعنا مهزومين وأنتو تعرفون وحين نعرف فقام عمرو بن العاص وقال أنا ماني جالس هنا أنا بين أمرين يا أتبع محمد يا أهاجد من مكة ووافقها مجموعة من أهل قريش واتفقوا إنهم يهاجروا للحبشة طبيعي ما راح يتبعوا محمد ليش نروح نتبع شخص يعادينه طبعا هذا من منظورهم في ذاك الوقت بس العجيب إن خالد بن الوليد ما خرج معه وكان ضد الخروج والهجرة إلى الحبشة فقرر إنه يجلس في مكة بنفس هذا الشعور اللي كان مش مائز شعور غريب كذا أنت مع الباطل واللي حصل لك كذا أمر عجيب وأنت رجعت وانهزمت وانخذلت وكذا شعور عجيب كذا ما تدريش اللي حصل لك في ذيك المعركة هاجر عمرو بن العاص للحبشة وجلس خالد بن الوليد في مكة الحين قل لك شي تاكله ولا تنسى تتابعني في كل السوشال ميديا وكتب أنا ساكشن وبإذن الله العلي العظيم رح أطرع لك من دوم نطول بسم الله نبدأ أولا القريش هي قبيلة كبيرة جدا وتنقسم لقسمين قريش البواطن وقريش الظواهر أما قريش البواطن هم اللي يسكنون في بطن مكة يعني حول الكعبة شفت البيوت اللي حول الكعبة هذولة اسمهم قريش البواطن أما قريش الظواهر وهم اللي عايشين على ظواهر مكة يعني حولها وكل من قريش البواطن وقريش الظواهر لهم أنسابة ولهم بطول متعددة فمنهم بنوا هاشم واللي منهم النبي صلى الله عليه وسلم وبنوا أمية واللي كانوا أسياد قريش وكل بطن من بطون قريش لهم خاصية أو وظيفة معينة في قريش وفي بك ومن هذا البطون اللي هم بني مخزو واللي كانوا عبارة عن جيوش كانوا متخصصين بالحروب من يوم يولد الواحد فيهم يعسكرون على طول ويعلمون فنون القتال والفروسية والرماية ويفكون في الحروب يا تقاتل يا تموت واللي منهم خالد بن الوليد بن المغيرة كان من بني مخزو وكان من يوم هو صغير واضح عليه علامات النطجة وكان عقله مو مثل غيرها يعني من يوم هو صغير وهو شجال حتى يوم أنه كبر شويتين وشاف قريش تعبد الأصنام ما كان من المهتمين في الأصنام وما كان مركز حول الأصنام والعباداتها كان أقرب للتكذيب لها من التصنيق بس ما كان ضدها ما كان معضيها اهتمام وكان مركز طول وقته على القتال وفنون القتال والتخطيط العسكرية أنا مبدعين خليني هنا خلاص فكني من الأشياء اللي قاعد تعبدون هذه فما كان مشغل عقله بالأمور هذه أبدا والجانب هذا ما كان مشغل نفسه فيه كان مشغل نفسه في القتال في يوم ظهر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشاف قومه يعادون محمد وقف مع قومه مو من باب إنه قومه على صح ولا إن محمد صلى الله عليه وسلم على خطأ لا الموضوع مهن عنده الموضوع برضو في عقله كان عسكري كان سالفة حمية فقط وقبيلتي وأنا معها ما بشغل عقلي في سالفة وين الصح وين الخطأ من اللي راح ينتصر وأكيدني بوقف مع قبيلتي يعني وهذا الأمر زاد بعد وفاة أبوه الوليد بن المغيران وكان أبوه عندها أربع أولاده منهم خالد والوليد بن الوليد طبعا الوليد بن الوليد أسلم من بدل بس خالد بن الوليد ما كان مقتنع بالإسلام لكن ما عاد أخوه معه إن أخوه أسلم لكن ما عاده وكان موضوعه مع محمد فقط قائد عسكري كان الجانب القتالي عنده فوق بس في مواقب حصلته اللي في حياته خلتها يشغل موقع ويعرف من هو اللي على الصح فيحكي قصته بنفسه فيقول خالد بن الوليد ما عمره حصل موقف بين قريش ومحمد إلا وحسيت بشعور غريبة وكأني أنا في موقف خطأ كني معتار من نفسي أو بشعور بالهم كني ماني على الحق بس كنت أتجاه لهذا الشعور وأقول ما عليك أهم شي إننا حنا ننتصر اللين بلحظة من اللحظات حسيت بهذا الشعور مرتفع جدا واللي كان بصلح الحديب خرجت بخيول وواجهت محمد في منطقة من المناطق وكان محمد وأصحابها محرمين كنت ناوي وقتها إني أقضع عليهم أباهجم عليهم هجما خلاص أنتهي من محمد مرة واحدة وكان وقتها محمد مو في وقت سقوها أبدا كان ضعيف ما يملك السلاح الكثير فكان لنا اليد العليا كنت فرحان ومبسوط بس فجأة إلا بمحمد يقوم يصلي أمامنا صلى أمامنا صلاة الضغر فقلت في نفسي هذا هو الوقت المناسب إني أهجم إيش هذا يقومون يصلون قدامنا صلاة الضغر وحنا في حالة قتال وأمامهم جيوش يقول وأنا أطالع ما قدرت أبدا نفسي ما خلتني أهجم كان في نفسي زي شي منعني وقتها شاف محمد في عيوننا الهم والخضلان ورجع للشعور القوي هذا بالخضلان والهم وإني على خطأ ولزاد هذا الأمر علي أن محمد قام وصلى العصر أمامنا وحنا بخيوننا واقفينا وصلاها صلاة الخوف وقتها قلت وقتها إني بهجم وخلاص لكن نفس الشعور رجع بشكل قوي جدا علي خلاني أوقف في مكاني فقلت بنفسي الرجل ممنوع في شي قاعد يمنعني من الوصول لهذا الرجل في شي أكبر مني قاعد يحمي هذا الرجل ورجع لي نفس الشعور اللي حسيت فيه في غزوة الأحزاب يقول بعد ما شفناهم صلوا صلاة الخوف رجعنا لمكة وحنا مهمومين واللي زاد الهم علينا أن قريش صالحة محمد وهنا عرفت أن مالي داعي أبدا أبكى في غريش وما عرفت وين أودي نفسي وين أروح أروح للنجاشي وأنا عرف أن عند النجاشي نص أصحاب محمد وهو صح كان في مجموعة كبيرة من الصحابة عند النجاشي استقروا هناك طيب خلاص النجاشي والحبشة خلاص وين أروح أروح لهرقل فأخرج من ديني إلى النصرانية أو اليهودية فأقيم مع العجم هناك والمذلة والعيرة تلحقني طول حياتي أو أن الخيار الأخير اللي هو أني أقيم في داريا يقول فجلست في مكة على هذا الحال وفيني هذا الشعور اللي في يوم من الأيام جاء محمد مرة ثانية لعمرة القضاء واللي كانت بعد سنة كاملة من هذا الشعور سنة كاملة ونحاس بهذا الشعور بعد صلح الحديبية وفي عمرة القضاء كان أخويا اللي هو الوليد بن الوليد يدور لي في كل مكان بس ما كنت موجود وقتها كان فيني ضيقة من حال قريش ومن حالي وحسني ما كنت راضي أبدا وبعد محمد جاء يعتمر عندنا فمرت الثلاثة أيام هذه واعتمر محمد صلى الله عليه وسلم اللي معه وبعد ما رجعوا إلى المدينة فجأة لو توصني رسالة من أخي الوليد يقول فتحت الرسالة اللي كان فيها الأمر اللي غير حياتي للأبد كان فيها بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام وعقلك عقلك ومثل الإسلام يجهله أحد قد سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك فقال أين خالد فقلت يأتي الله به فقال صلى الله عليه وسلم ما مثله جهيل الإسلام ولو كان جعل نكايته وجده المسلمين على المشركين كان خيرا له ولقدمناه على غيره فاستدرك يا أخي ما قد فاتك وقد فاتتك مواطن صالحة يقول بعد هذه الرسالة الجانب الثاني اللي فيني هذا بديت أشتغل وبديت أستوعب وين خطأي وعرفت إيش المشاعر اللي كنت أحس فيها في ذيك الفترة كاملة ولي عشت وكأن اللغز اللي في عقلي إنحال فجلست مع نفسي فترة أفكر بكلام أخوي وبكلام محمد صلى الله عليه وسلم وبدت عندي روح الحرب والقتال روح القتال اللي بداخلي بدت ترتفع وبدت الحرب بين عقلي وروحي القتالية والحمية الجاهلية اللي بداخلي يقول وأنام ديك الليلة وعقلي مشغول أفكر في هذا الأمر ووقتها حلمت بحلم بأني أنتقل من مكان ضيق جاف إلى مكان واسع وأخضر مليان بالأشاف قمت من النوم وأقول في نفسي والله إنها هذه رؤية وإن هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى وهنا روح القتالية والحمية الجاهلية استسلمت لعقلي واقتنعت تماما وعزمت أمري وخرجت متجه إلى بطن مكة وأنا في الطريق واجهت صفوان بن أومية فأمسكه وأقول لها إن محمد والله ظاهر على العرب والأجمة وإنها أمره ظاهر ظاهر أمره من السماء مهم الأرض ما تشوف إننا نتابعها أفضل فقال صفوان والله لو ما يبقى غيري في مكة ما اتبعت محمد صحي أنت أتبع محمد أنا كم سنة من حياتي أدفع الأموال وأقاتل محمد دخل تقولي أتبع محمد لأن أبي يظهر خليه يظهر يقول خالد فتركته وأقابل عكرمة ابن أبي جحل وأقول لها نفس الشي ها نتبع محمد والله يا أمره أنا ظاهر قال عكرمة والله لو كان آخر شي يسوي في حياتي صحي أنت يقول فتركته وروحت داري وأخذت زاتي طريقي شيء أتعوش بف الطريق وأطلع عشان أركب على بعيري إلا بعثمان ابن طلحة يقول فقلت له شرايك نتبع محمد والله إنه بمنزلة ثعلة في جحرة لو صبيت في الجحرة هذا ما خرج فقال عثمان ابن طلحة والله إن هذا زهدي وهذه راحلتي وإني خرجت قاصد أني أروح أسلم فقال خالد والله إنه حتى هذا زهدي وهذه راحلتي وإني رايح للمدينة أسلم وأبايع وبكل خفية خرجنا من مكة متوجهين للمدينة عشان نبايع رسول الله خلاص بس وحنا في الطريق إلا بشخص من كبار قريش كان بالطريق مسدوح وكأنه نايم يقول حاولنا الناظر مزبوط لو والله إنه عمرو بن العاص عمرو بن العاص مهو في الحبشة الجابة هنا وش اللي يناوي عليها أصلا في طريقة للمدينة يسلموا على بعض كل واحد مخبي في نفسه إسلام أهلين كيف الحال عمر كيف الحال خالد أمورك تمام كل شيء تمام وش فيك في نص طريق المدينة أنت أصلا اش فيك هنا أصلا أنت كنت في الحبشة أشرط جاك والوحدك بعد قال لهم عمر قلولي أقول لكم أنتوا إجابكم هنا يعني واضح فقالوا تبقى الصدق يا عمر والله شفنا محمد قد ظهر أمره على العرب وعلى العجب وإنه والله أمره مو من الأرض أمره من السماء أما قريش فهي في مذهبتي ثعلب في جحر وصبيت عليه ما أخرج قال أنتم بتسلمون يعني قالوا إيه أنا رايحين نباعي يا محمد ونسلم وأنت وش جابك هنا من الحبشة وفي طريقك للمدينة ما أنت رحت للحبشة هربا من محمد فقال عمر إيه والله أنا خرجت للحبشة هربا من محمد لأني شفت أمره سيظهر سيظهر فأول ما وصلت للحبشة لقيت رسول محمد هناك فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل رسول من عنده لملك الحبشة عشان يوصل لها الإسلام يقول فأول ما وصلت هناك لقيت هذا الرسول فدخلت على النجاشي أطرب منه راس هذا الرسول وتعطني راسه خلني أقتله أبا أقتله بس عشان أبرد خاطري أنا محروق من الداخل من اللي ماته من قريش وأبا أقتل هذا عشان أبرد خاطري أبغى أنام وقلبي بحر في مسكن النجاشي وهداني وحدثني عن الإسلام فأسلمت عليه وأنا الحين والله لطريقي للمدينة سبحان الله يقول خالد في استبشرنا فانطلقنا الثلاثة متوجهين للمدينة فتح يا رجل فتح للمسلمين عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعتمان بن طلحة وكلهم متوجهين للمدينة يسلمون يقول يوم نقربنا للمدينة شافونا المسلمين من بعيدة شافوا خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعتمان بن طلحة هذه الوجوه نشوفها في حرب فقط وجابهم الحين يقول خالد بن الوليد توقفنا على الجمع في مكان بعيد عن المدينة عشان نتطيب ونغير ملابس السفر فيها ونلبس ملابس طيبة نروح نبايع فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما يصلح ندخل عليه بالملابس هذه بس إن المسلمين قد وصلوا الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لبسنا بسرعة وأنزل المدينة إلا أخويها الوليدي قابلني وهو مستبشر ويقول ادخل على النبي في النبي صلى الله عليه وسلم فرحان بجيتكم هذه وكأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف يقول في دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وأول ما جت عيني بعين النبي صلى الله عليه وسلم ابتسامه يقول فما وقفت ابتسامته إلين وقفت أمامه وسلمت عليه بتحية الإسلام وقلت بعدها إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي هدك قد كنت أرى لك عقلا رجوت أن لا يسلمك إلا إلى خير يعني كنت أشوفك ذكي جدا وذكاءك هذا كنت أتمنى أن ما يوديك إلا إلى خير لأن بعض الذكاء يوديك للشر فكثير من العاقلين راحوا إلى الإلحاد بل وداهم عقلهم إلى الجنون حتى يقول فقلت يا رسول الله أنشفت بعين قد أيش كنت أنا عنيد عن الحق وكيف حاربتكم بكل جهدها بل دفعت الأموال والجهد في قتالكم عنادا مني يا رسول الله ادعي الله يغفرها لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما كان قبلها يعني بإسلام هذا الله سبحانه وتعالى رح يغفر لكل ذنوبها أيام الجاهدين وأيام كان مشرك فالإسلام يمحي ما كان قبلها من الذنوبها من بعدها قال اللهم اغفر لي خالد بن الوليد كل ما أوضع فيه من صد عن سبيل الله يا الله يقول خالد بن الوليد فرحت لأبو بكر مباشرة وأحكيها عن الحلم اللي حلمته في ذاك اليوم وكيف إني شفت في الحلم إني خرجت من مكان ضيق جاف إلى مكان واسع وأخضر فعبرها أبو بكر هو مخرجك الذي حداك الله للإسلام والضيق الذي كنت فيه الشرك يعني المكان الجاف اللي هو الشرك والمكان الواسع الأخضر هذا اللي هو إسلامه وهذه هي كانت إسلام خالد بن الوليد واللي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم خالد سيف من سيوف الله عز وجل واللي يعتبر القائد الوحيد الذي لم يهزم من قبل إلين هنا وصلنا لنهاية قصة اليوم أتمنى إن القصة نالت على إجابة أنا مانع عارف القصة هذه وين رح تنزل في أي سلسلة لكن على الأرجح إنها رح تكون في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصلت لن هنا لا تنسى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتروح تشوف باقي السلسل عندنا ثلاثة سلسل في كل أسبوع على الأرجح إن ننزل في سلسلة معي فخليك منتبه سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نشوفكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم بحمدك اشتركوا في القناة